لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصاء ويحرص المصلي أن يمسح الأرض عند الحاجة قبل بدء الصلاة إذا احتاج أثناء الصلاة فمرة واحدة لأن من صلى على التراب والحصاء فقد يكون موضع سجوده غير مستو فيختل سجوده أو يتأذى فأبيح مسحه للحاجة وقد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الصلاة وانفتل إلى أصحابه وفي وجهه أثر الماء والطين لنزول المطر وكان مسجده عليه الصلاة والسلام نفروشا بالتراب والحصاء